السلام عليكم ومرحبا بكم معي انا يا ايمان حمدي في المطبخ داعي اليوم نجرب معكم واحد الوصفة يعني اول مرة نجربها معا بعد شفتها في اليوتيوب بزف عجبتني قلت نشاركها معاكم هكذا يا الى عجبتني وجيت بزف لنشاركها معاكم طبعا ولما عجبتني اكيد مرانيش رايحة نبرتاجها معاكم كما راكو تشوفو هاد الى كوكيز شفتوا يعني في بداية الفيديو درت لكم الصورة عن النعناع الباز تاعو النعناع دارته وحدة تركيا بزف هايل بزف بنين بزف عجبني قلت نشاركه معاكم يعني بترجمة تاعو عودتها تنسية يعني هي اللي عودت دارت هادوك المقادر هادوك زيت له طبعا اللمسة تاعي قدمته معا هاد الموخيط اللي كنت شاركته معاكم ديجا بزف بنين بزف منعيش هاد سخانة معا هاد الكوكيز يمشي تخيط خيبيان صدقوني شوفوا كيفاش جاي وريت لكم ديجا كيفاش كي كان سخوندوك هنا هي كي برد اندي غيرك وتاكلو تاكلو فيه وتشربو فلتاي بالنعناع نبدأ بسم الله عندي هاد كمشة كبيرة تاع نعناع حوالي عشرين غرام ولحبيتوا يعني بلا ما توزنوهم ديروا سبعين ورقة ديروا كمية مليحة من نعناع عندي بيضاء عندي هنا ملعقة تاع خميرة كيميائية معمرة هاد شوية ملعقة صغيرة عندي مئة غرام مارغارين ومئة غرام سكر عادي وعندي مئتين غرام فارينة ابي بخي واحد لمئتين غرام تاع فارينة ودرت انا يا ملعقة صغيرة تاع ضاني ودرت قرصة ملح الحاجة الولى ندير السكر هادك مع النعناع يعني اللي تحب يعني تزيد له شوية مبشور ليمون راح يجيب بزاف هايل كما راكو تشوفو بالبرا يعني الصورة راهي تشبح نفسها ميكسيت مليح هادك النعناع مع السكر حالي ما عندهاش برا تقدر تستعمل المهرس وتكمل كامل الوصفة بيدها هنا يا بركة بطريقة سريعة بعد ما مكسيت مليح هادك النعناع مع السكر توك هديك نضيف الزبدا حتى تسهلي بزاف العملية كما شفتو تخلي كامل هادك الخالط الداخل في البرا هكذا يا بها الطريقة عاود تخرجتو مع الزبدا وكملت ميكسيت ومليح مليح تخلطو مع بعض تقدروا تستعملوا هاد هاد الكيفية هادية بيتكم يعني الترحي والنعناع مع السكر كما كنا ندروا بكري المخيط وتعب بكري بالمهرس من بعد تكملوا تخدموا الكوكي ساعكم بيتكم بزاف بننسطقوني جر لازم كامل جربوا ضفت علي هنا يا حباب بيت كامل بيتك ومن ذاك من ذاك هكذا يا نحبط اليكوتي هنا يملأ أحسن ندرو حاجة يعني غامقة كما بول هكذا يا صغير ويجي غامق أحسن حي سهلكم العملية هنا يعني غير من ميكسي طاقة هاد ما كان حتي تخلطوا المكونات هكذا يا من بعد كما ركتشوفوا بلاس بعد شو الحبط كامل وش كان الداخل في البغا ونروح نضيف الفارينة هنا يخليوا العجينة تعكم الطرية يعني قدمتكن طرية يجي لكوكس تعكم الطرية وبينين درت هنا يا قرصة ملح ودرت ملعقة يعني تع قهوة حليب مع ملاطع خاميرة خاميرة الحالويات نخلط هكذا يا براس باتشول ولا بيدي ولا بأي حاجة حتى نطم كامل هدوك المكونات هنا يا كانت معايا صديقة لي يا كوتر لي نوجيها لها تحية كانت معايا وقتلي نجربوها معا بعد راه يتقيلها ان شاء الله ربي يتبت لها حملها هاد المرة ويسلكها على خير وان شاء الله يا ربي سلك كما يقولو صفت الناس دوك تقول لكم من بعد الدوك هي اللي الدوك وتعطيكم رايها يعني بكل صراحة و بكل امانة نشكلهم هكذا يا كورة كي متع الكوكيس حبطهم هكذا يا غير شوية برك درت هنا يا ورق الزبدة أنا حب نستعمل ورق الزبدة خاصة في الحلوية الجفة باش ما تتحرق ليش ملتحته تعطيني يعني شكلتها شباب ما ملتحت أنا الحبات على الحلوة كنجي ناكلها يعني في اي بلاسة كنرفض الحبات على الحلوة باش ناكلها دايما نقلبها ما على باليش عنديها الطبيعة باش نشوفها ملتحت كيفاش عاملة بعد ما كملت كامل شكلتهم طيبتهم في فرن مسخن على مية ستين داراجة درتهم في الوسط همليك حتى طابو حمار ولي شوية فريكوتي ما تخليوهم شي طيبو بززا فتيجوا يابسين شوفوا هنا يا بعد ما طابت وقسمتها لكم الريحة راهي في الدارت وشي طيب تلاتاي بالنعنع ريحة النعنع راهي تعبق بززا فريحة وغيلة رايح يكون شوية طريح هنا راهو سخون امبوسيب نقدر ندوقو ويعطيني يعني ماداق مليح هنا يكن عندي عاصر تعليمون انا دايما عندي نخدمون خليها يعني نديرو في قرعه صغر ونديرو في كونجيلاتور هكذا يكن سحق نجبد بالقرعه صغيرة درت عليها ككمشة صغيرة تعنعناع ورحيته بالبرة من بعد صفيته وزدفت عليه شوية فقط تعنعناع بشي بلي هكذا في الكيسان كينجي نقدمو جي تقدمته بهالطريقة هنا رحيت كمية صغيرة فقط درت كمية قليلة مجيو ما درتش كامل من بعد رايح نضيف عليه عاصر الليمون هادو هما القرعي اللي راكو تشوفو فيها في يدي نشريهم ونخليهم هكا دوكوتي ندير هكا جوي ولا نعمر فيهم ونخبيف الكنجيلاتور ونجبد كمية صغيرة القرعه ما ترفدش بزب يعني اقل من نصف لتر وقيلنش يديرو كنز دي ناغ ولا دي زوية دي ناغ الوحدة بهاد الشكل درت لهم هاد لي باي هكو تعرفوا داري صغار هادوش يحبوه يحبو اللي كولاغ ويحبو حاجة هكذا تطريق زيت شبحتهم ها قدية بلدخانش تا السيتخان يعني لابريزنتاسيون هي اهم حاجة بعد الدوق طبعا بعد البنة يعني مهمة أملك لي كوكيتا وعيدتهم في طبق التقديم شوفوش حرج الشكل تحمولا كل أختحم هايلا عندما نتمنى من كل قلبي هاد الوصفة كامل تجربوها وتخلو لي رايكم في التعليقات خادش راهي معايا صديقتي وصراحة بكل آمانة مبهرنا بالنتيجة ما كناش نسنو هاد البنادوك تسمعو هي كتدوق وش رايحة تقولكم نحن معي حبيبتي تدوقت قل كمرايها هيا فازي كوتا مم 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 خيشار هايلا هيا فصحتك حبيبتي انتم ما معليكم غير تجربوه باش تكتشفوا البنا بنفسكم احبابي لحقنا الى نهاية الفيديو نبقيكم على خير ونقول لكم لماذا ما دارتش ابوني فضلا وليس امرا معليها غير تابوني هكذا يا باش يلحقها داي من جديد تاعي وتشجعوني وليعجبها الفيديو تبرتاجي مع احبابها ونقول لكم تبقى على خير